ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله المتهم الرئيسي بست سنوات سجن نافدا فيما وزعت أربع سنوات حبسا نافدا على والدته وأخته حيث نطقت المحكمة بالحكم الخميس الماضي وتعود تفاصيل هذه القضية إلى ماي الماضي حينما تعرفت القاصرة التي تقطن بالديار الهولندي على المتهم البالغ من العمر عشرين عاما بمدينة أصيلة وتبادل الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليقوم المتهم ببعتراسة إلى إعجاب لها طالبا الارتباط بها حيث وافقت على ذلك ورافقته إلى منزل أسرته لقضاء ليلة معه قبل أن تعود إلى هولندا عادت الفتاة القاصرة إلى مدينة أصيلة شهر غش الماضي حيث أرسل لها المتهم رسالة عبر موقع التواصل الاجتماعي لكنها رفضت لقاءه بعدما اكتشفت أنه بائع للفول السوداني وبعد محاولات عديدة من قبل المتهم اقتنعت القاصر بلقائه حيث استدرجها إلى غرفة بسطح منزل أسرته بعلم من والدته وأخته وقضت معه أياما هناك قبل أن يكتشف والدها أمر ابنته عند عودته إلى أصيلة حيث قام بتقديم شكاية إلى مفوضية الشرطة القضائية ضد المتهم ووالدته وأخته خافت الأم وابنتها من افتضاح أمرهما ليقوم بنقل القاصر إلى بيت جارتهما وتركها رفقة ابنها وأقفل عليهم الباب الحديد من الخارج قبل أن تباغتهم الشرطة وتقوم بتوقيف أفراد الأسرة الثلاثة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية